أعزائي كما ذكرت أن أفسوس كانت تعتبر مدينة سياحية ذكرت عن الأغورا العليا أو الساحة العام اللي كانت لمنطقة أو أهل أفسوس لكن الأغورا السفلة تعتبر أغورا الميناء أو الأغورا التجاري الساحة العام وأن كل الناس كانت تيجي تشارك في بضاعتها أو تبيع تشتري تتجمع الناس خطب دينية سياسية إلى آخره وكانت مشهورة في بيع الهياكل الصغيرة لأرطميس وأيضا كانت مشهورة في التعويذ والكتب السحرية فتشوف هياكل في كل مكان وأيضا عظمة أفسوس تشتهر أنها مدينة ثقافية كما ترون خلف واحدة من أكبر مكتبات العالم قديما كانت تعتبر المكتبة الثالثة بعد الإسكندرية وبعد مكتبة بارجاموس هذه المكتبة بناها شخص تخليدا وتكريما لأبو اللي كان حاكم في هذه المنطقة وكانوا يملكون 200 ألف مخطوطة أو كتاب وكانت الناس اللي بحب الثقافة كان بيجي يدرس عدا عن مدارس الفلسفة اللي كانت موجودة في هذه المنطقة واحدة منها مدرسة تيرانوس المسكور في أعمال الرسل إصحاح 19 عدا عن الهياكل كان أيضا حمامات في كل مكان وأيضا المسارح في المنطقة العليا في مسرح صغير للبوديوم كان يعتبر للفن والرسم والخطابة أيضا لكن المسرح الكبير وانت جاي من الميناء في الطريق الميناء بتشوف مسرح كبير كان ممكن يسع إلى 25 ألف شخص ثاني مسرح في الحجم في العالم الروماني المسرح الأكبر كان الكولوسيوم في روما المسرح الثاني اللي كان موجود في أفسوس وعلى الأرجح بولوس خطب في هذه المنطقة العامة وأيضا عندما حدث الشغب العظيم ضد بولوس كانوا في تلك المنطقة أيضا أيضا كانت تعتبر مدينة رياضية لأنه اكتشفوا جيمنازيوم كبير مسرح للألعاب الرياضية اللي كان بيجتذب معظم الرياضيين في العالم إلى هذا المكان كانت تعتبر مدينة الإدارية لآسيا الصغرى والأمور المدنية والسياسية من أفسوس فكان الحاكم يجي إلى هذا المكان وأريد أن أقول في الختام أن هذه البلد تنتمي إلى الإلهة أرطميس أرطميس الأفسوسية أرطميس هي كانت إلهة اليونانيين إلهة الصيد لكن عندما جاءوا الرومان إلى هذا المكان كانت أفسوس تفتخر بل تشتهر بهذه العبادة وكانوا يعتقدون أن أرطميس أو تمثال أرطميس سقط من السماء وهي ابنة الإلهة الأكبر زافس أو زوس أخت الإلهة أبولو إلهة أرطميس في أفسوس أو في منطقة آسيا كان لها مكانة خاصة بنوا لها معبد كبير أكثر من 127 عمود يعتبر كل عمود تحفي في الفن والمعمار أيضا والفن الهندسة كانت تعتبر واحد من عجائب الدنيا السبع لكن اليوم في بس عمود صغير اندثر هذا المعبد كليا هذه البلدة أيضا كانت تشتهر بالسحر والكتب والتعويذ السحرية رح نحكي أكتر عن أفسوس خلال الحلقات القادمة لكن عاوز أقول في البداية كأنها أول حلقة أنه هذا شرف كبير أنه أخدم الرب في نفس المواقع الكتابية اللي زارها بولوس الرسول اللي زارها يحن الرسول ولزارها تيموثاوس وعلى أرجح القديسة مريم العذراء وآخرون كثيرون اللي مشيوا بنفس الطريق هذا الطريق القديم الروماني اللي كانوا بركة لكل المجتمع ليس فقط لآسيا لكن إلى يومنا هذا بصل لنهاي الدراسة تكون بركة لحياتك ترجمة نانسي قنقر